كما أطلق وزير الفلاحة وصيد البحر والتنمية القروية والمياه والغبات محمد صديقي أمس بجماعة كزنايا ضواحي مدينة طنجة أطلق مشروع إنشاء أول مفرخة الأسماك البحرية في المغرب ويندرج مشروع مفرخة الأسماك البحرية في المغرب في إطار تنزيل استراتيجية تنمية الأحياء البحرية وهو المشروع الذي يعتبر الأول من نوعه بالمغرب لإنتاج صغار الأسماك والذي سيمكن من إنتاج حوالي 30 مليون من صغار الأسماك المحلية عالية الجودة ويتوقع هذا المشروع الوطني النموذجي الهام لقطاع تربية الأحياء البحرية إمداد سلسلة قيمة بالقطاع بمصدر للتزويد بصغار الأسماك حيث يعتبر إنتاج صغار الأسماك رافعة رئيسية لضمان استدامة مشاريع تربية الأحياء البحرية المتخصصة في إنتاج الأسماك هذا المشروع شركة خاصة واللي كانت ديره في إطار شراكة وفي إطار الاستثمار اللي كانت دعمه الوزراء عبر الوكالة الوطنية لتربية الأحياء هذا القطاع اللي عنده أهمية قصوى في استراتيجية أليوتيس واللي أولاً غادي سمح باش يكون عندنا إنتاج يعني وافر وكذلك التنمية ديال هذا الإنتاج عبرات 3500 كيلومتر متاع السواحل المغربية ولكن في نفس الوقت هذا الإنتاج غادي سمحنا باش نخفو الضغط على الصيد البحري على الطروات يعني طبيعية البحرية وهذا الشي دخل في واحد الرؤية يعني كاملة منتاع استراتيجية أليوتيس خصوصاً في هذه النسخة ديالها الثانية وهذه استراتيجية اللي كان أعطى الانطلاق ديالها جلالة الملك حافظه الله في 2019 اشتركوا في القناة